موسيقى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله من ساحة سيد سعيد عمرون الدح نحيا وإياكم مع فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي والأسد لولا فراق الأرض مفترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبي والتبر لهو الدهب والتبر كالترب زي زي التراب اللي هو فيه والتبر كالترب ملقا في أماكنه والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب العود والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عزك الذهبي الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الدنيا خلقها على عدة قوانين أول هذه القوانين أن الدنيا دائما على خلاف ما تظنها ودايما الدنيا تخزل أهلها يفكروها مشي معاهم وهي عليهم إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست الدنيا على خلاف ما تظن فالراحة فيها هي عين التعب ولذلك حتى من دعاء للناس الجمال العوام يقول لك إيه يقول لك الأعدة للرجالة وحشة تقول لك الوالدة تقول لك روح يا ابن ربنا يكفيك شر الأعدة شر ليه الأعدة ليه لأن جدتنا وأجدتنا عارفين الكلام ده أن الراحة في الدنيا هي عين التعب وأن التعب في الدنيا هو عين الراحة لقد خلقنا الإنسان في كبد حتى تسير على مراد الله في هذه الدنيا لا بد وأن لا تكون نشازا أو شاذا عن بقية مكونات الكون لأن الله حينما خلق الكون فطره على الحركة والشمس تجري والقمر قدرناه منازل والشمس تسير بسرعة معينة والأرض تدور حول محورها وتدور حول الشمس والأجرام حول الأرض وكل من في الأرض وحتى الزرة الزرة ليه أقل شيء اكتشف في الخلق كلها حركة تدور حول النواه كل الكون حركة حتى فرضة الحج طواف عكس عقارب الساعة وسعي بين الصفة والمروة وقوف بعرفة ثم أبلها المبيت بميناء وبعد عرفة المبيت بمزدلفة وبعد كده رمي الجمرات العقبة الكبرى ومش عارف إيه وبعد كده طواف الإفادة وطواف الوداع حركة حركة الصلاة حركة حتى تعريف الصلاة كده يقولك أقوال وأفعال وحركات مخصوصة تفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم حركة الكون كله إيه حركة واللي مش بيتحرك سواء على المستوى الفردي أو الأسري أو الدولي فهو منهزم وحكمه حكم العدم للأسف فالحركة بارك والراحة في الدنيا في التعب عشان ترتاح لازم تتعب وعشان تحس بالراحة لازم تكون ايه مجهد ولذلك الشباب يقولك أنا بدور على فرصة ايه فرصة عمر طب لو قاعد دعيني التعب ولذلك الله يكون فعونهم للشباب اللي احنا بيشوفهم لها نهارك بطال وليلك نائمها كذا في الدنيا تعيش البهائم أعزكم الله طول النهار قاعدين نيمين وفي الليل على الكفاتريات والمقاهي أعوذ بالله دي عيش حد يتحمل والله ما حد يتحمل الطلاب اللي مش بتزاكر وتروح اللي امتحان ويا مش بتزاكر ده حد يتحمل كده ده تعبان أو الطالب اللي مش بيزاكر ده مش بقولك الراحة هي عين التعب ويوم الامتحان يكرم المرء ولا يهان إن شاء الله مش أو يهان ولا يهان إن شاء الله الآيات الواردة في أمر الرزق اللي هي ايه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق الآية رقم اثنين وهي على موعد معنا ونحن على موعد معها في هذه الليلة الجميلة الجليلة النبيلة إن شاء الله أولو آمين قال الآية الثانية في أمر الرزق قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون في سورة الروم قال رضي الله عنه تضمنت هذه الآية الكريمة فائدتين الفائدة الأولى أن الخلق والرزق مقترنان الخلق والرزق مقترنان أي كما سلمتم لله بأنه الخالق من غير دعوى منكم للخالقية معه حد فينا يظن إنه خلق نفسه طيب حد فينا يظن كان مسلم ولا غير مسلم إنه خلق نفسه مع ربنا يعني ربنا لما خلقه هو قال له إيه قال له يا رب سيبني أخلق نفسي معاك حد يدعي هذه الدعوة فكما أنت لا تدعي دعوى الخالقية مع الخالق فلا تدعي دعوى الرازقية مع الرازق لأنه الذي خلقك هو الذي رزقك لأن الذي خلقك هو الذي رزقك فكذلك سلموا له أنه الرازق ولا تدعو ذلك معه أي كما انفرد فيكم بالخلق والإيجاد كذلك هو المنفرد بالرزق والإمداد فقرنهما سبحانه للاحتجاج على العباد ونهيا لهم أن يشهدوا رزقه من غيره فكما أنت ممنوع شرعا من أن تشهد أن أحدا يخلقك غير الله فعلى نفس المستوى وعلى ذات القدر أنت ممنوع من أن تشهد أحدا يرزقك مع الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قل الله واخد بالك وفي سورة أوائل سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم شوف الآية اللي بعدها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم شوف 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 ولذلك الله لم يقل هل من رازق غير الله وإنما قال ايه هل من خالق هل من خالق غير الله يرزقكم المقتضى في السياق لو أنا اللي بتكلم مش ربنا أقول ايه هل من خالق هل من خالق غير الله يخلقكم وإنما الله يقول هل من خالق غير الله يرزقكم يعني كما سلمتم بأنه الخالق فسلموا بأنه الرازق وكما أنتم ممنوعون شرعا وعرفا وطبعا من أن تظنوا أن أحدا اشترك مع الله في خلقكم فأنتم ممنوعون أيضا من أن تظنوا أن أحدا اشترك مع الله في رزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكوا واخد بالك وبعدها يقولك وإن يكذبوك فقد يكذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور حنتقبل كلنا عند ربنا ونشوف الموضوع ده إن شاء الله كلام جميل صل على الحبيب الجليل وأنه تعالى وأنه تعالى كما خلق من حيث لا وسائط ولا أسباب كذلك هو الرازق من غير أن يتوقف رزقه على واسطة أو وجود سبب زي ما ربنا خلقك بدون وسطه وبدون التوقف على سبب خارج الإرادة الإلهية فكذلك رزقه ينزل إليك وما أراده كائن لا محلة كائن اللي ربنا أراد إنه هو يوصلك هيوصلك ولذلك سيدنا نبى اللهم صلى عليه يقول لك إيه واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك يعني الحاجة بتاعتك نصيبك هيصيبك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسري يسرى إن ضاقت بك الدنيا تفكر فيه ألم نشرح عسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح لا تشقي نفسك هم إذا ما هم ألم وقرأ سورة الكهف تجد فيها أما وأما وأما أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار تقول لي طيب يا مولانا إذا كان الرزق مقدر إذا كان الرزق مقدرا لي من الأزل فيما لا يزال وإلى الأبد بدون التوقف على سبب يجتلب فلماذا يكلفنا الشرع بالأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة الظاهرة الشغل والبهدلة اللي احنا فيها دي والفرهدلة اللي احنا فيها دي دي الأسباب اللي ايه؟ الظاهرة والباطنة اللي هو الذكر يعني مثلا لما أقول لك ايه؟ علي ديون لما واحد راح للإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يشكو إليه هم الدين قال له أفلأ أعلمك كلمات علمنيها رسول الله لو كان عليك مثل أحد جبل أده الله عنك قال بلى قال له قل اللهم أغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عن من سواك دي اسمها الأسباب اللي ايه؟ الباطنة أو الأسباب الروحانية بجانب وبجوار الأسباب المادية تقول يا مولانا لماذا يكلفنا الشرع بالسعي والأخذ بالأسباب؟ وهل له علاقة بجلب الرزق؟ أقول لك والله الله لما كلفنا بالأسباب كلفنا بها تعبدا ونحن مطالبون بأن نباشرها امتثالا لأمر الله بصرف النظر عن النتائج زي ما ربنا قال لك صلي هو أنت بتصلي عشان يبقى في شرط جزائي أستغفر الله يعني بينك وبين ربنا إنك لو صليت لازم ربنا يدخلك الجنة ده كلام المعتزلة مش كلام أهل السنة لا يجب على الله شيء ولما ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ فأفمشوا في مناكبها وكله من رزقه وإليه النشوه هل معنى كده إنك لما تسعى لازم تلاقي النتائج؟ قابت مش معنى ده معناها إنك لازم تسعى لازم إيه؟ تسعى وتأخذ بالأسباب تكليفا وتعبدا زي ما بتصلي وتصم وتحج لازم تدور على فرصة عمل وتروح الشغل وتجي من الشغل وتتفرهد كده هوت في الشغل ومش لازم مش لازم إن الشغل ده يكون هو يكون هو السبب الذي يجلب لك الرزق لا ده أنت بتروح الشغل إيه؟ تعبوا ده ولذلك إحنا بنقول إيه؟ العمل عباد بظرف النظر عن أي شيء يترتب عليه ولذلك إحنا في الدنيا دي لا نتقلب إلا في خير ولا ننتقل من شيء إلى شيء إلا من خير إلى خير ولذلك سيدنا نبو اللهم صلى عليه يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن لأن الوحيد اللي بيفهم في كوكب الأرض هو المؤمن والباقيين ما بيفهموش اللي بيفهم يرتاح ولذلك سيدنا نبي قال لك كده وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن لأنه هو اللي بيفهموش واللي ما بيفهموش تعباه ويعيشت العمر عدو لغيره وغيره يعاديه إن أصابته ضراء ضراء صبر فكان خير الله وخير الله وإن أصابته سراء شكرا فكان خير الله طيب واللي مش فاهم من جهل شيئا عاداه تلاقيك والله إحنا أحيانا بنعمل أصنام من الهوى وبنخف منها وبنعديها أو بنحبها وبنتقرب إليها وإحنا مش وغدين بلنا أصنام تشعر إن فلان الفلان هينفع فتعود تتشوف لما في جيبه لما في يديه لصولجانه لسلطانه تتقرب إليه حتى تنزل من نظره ولن تنزل من نظر الله الناس إلا بعد أن تهبط من نظر الله تسقط من نظر الله للأسف الشديد فتعمل لنفسك أصنام فلان هينفعني فلان هينخدمني ده ناخد رقم عشان ممكن أحتجله في يوم الأيام ربنا هيحوجك ليه مش أنت كان أساس معرفتك بيه إنك بتقولها تاخد رقم عشان أنا ممكن أنفعك في يوم الأيام هيجي اليوم ده وبسرعة وربنا هيحوجك ليه وهيصدني عنك يلا وشوف بقاها تعمل إيه عيب ما يصحيش طب إيه الفهم المنضبط إنك والله أنت في خير ولن تنتقل منه إلا إلى خير لكن القضية فيهم القضية أن الأقدار أربعة اللي يقرأ سورة الكهف ولذلك سورة الكهف كل ما قرأها إحنا مكلفين إحنا نقرأها كل جمعة صح؟ حد أدنى كل جمعة مرة سورة الكهف دي عجيبة مليئة دي أنا بسميها خزنة الأسرار والأنوار في كتاب العزيز الغفار والله ده كانزي عن سورة الكهف دي تعلمنا من سورة الكهف أن الأقدار التي تجري على ابن آدم أيًا كان دينه وتوجهه وانتماؤه أربعة أنواع النوع الأول في ظاهره شر وعما قليل تنكشف لك الحكمة فيه فتراه خيرا صرفا لك زي إيه؟ خرق السفن لو أقسمت لك على الكتب المنزلة كلها من عند الله إن ده خير هتقول لي منين يجي الخير؟ منين يجي الخير؟ لكن لما انكشفت لهم الحكمة بعدما أرساه الله لهم على شاطئ البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة وهنا على حذف النعت والتقدير يأخذ كل سفينة صالحة غصبة فلما وجدها هذا الملك الظالم غير صالحة أبقاها على أصحابها فكان خرقها الذي كان منذ قليل عين الشر أصبح الآن هو عين الخير والفضل يبقى ده النوع الأول من الأقدار التي يجريها الله علينا وكثير كثير مننا يا رب ليه تشمت الناس بي يا رب طب يا رب ليه هترفض من وظيفتي؟ طب ليه صلطت علي فلان؟ طب ليه فلان ده ما منعتوش عني؟ ده ظلمني ظلم شديد ومش عارف أخذ معاه ليه 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 وبعدين عما قليل وقريب تنكشف لك الحكمة أن هذه الأقدار تلجئك إلى محل معين قد رسمه الله لك وإذا بهذا المحل هو عين الفضل والخير لك ولولا هذه المضايقات التي أجراها الله عليك ما وصلت إلى هذا المحل الذي يرجوه الله لك آه والله وبعدين تقابل الناس اللي كانوا بيرخموا عليك زمان تقولون والله جزاكم والله كل خير والله لولاكم أنا ما رحت ولا جيت ولولاكم أنا ما سفرت ولا كم معايا لمعايا دلوقت أنت لما ديأتها علي هناك ربنا نقلني هنا وبقيت زي الفل لولاكم والله قد ترخيركم ليه لأنك فهمت خلاص يبا النوع الأول إيه من الأقدار قدر ظاهره شرق وعما قليل يكشف الله لك لثام الحكمة فيه فتجده عين الخير طب النوع الثاني قدر ظاهره شرق وتعيش مهما تعيش يا مؤمن ولا تنكشف لك الحكمة فيه واحد بعد جوعة وبعد عقمة ربنا رزق بمولود ماشي به في الشارع فجاي سواء تكتك مش مكرواز ولا حاجة تكتك يعني ما معهش رخصة ولا ورق ولا نمر أنا عشان تاخد النمر تكتك وأمهرسه مات مات الولاد مات الولاد اللي طلع به من الدنيا مات وبتاع التكتك هرق يعني ايه اقنعني بقى ان دا خير ده أنا مش هقول لك مثلا ده خبططه عربية مرسيديس ولا حاجة ده تكتك ولا نمر ولا حاجة اقنعني ان دا خير وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب روحما روح للوالدين لوالدي هذا الغلام اللي أتله سيدنا الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام روح حتلهم انبياء مش مشايخ حتلهم انبياء يقنعوهم ان دا خير مش هيقتنعوا طب هيعيشوا عمري سيدنا نوح وكل يوم اديهم كرسي مكثف ان دا خير مش هيقتنع امتى بقى هيشوفوا ان دا خير يوم القيامة ان شاء الله يبقى نوع التاني من الاقدر ايه قدر في ظاهره الشر ولن تنكشف لك الحكمة فيه ما حييت وستجده رصيدا مدخرا لك عند ربك فاذا ما كشف الله لك الحجاب يوم القيامة علمت علم اليقين ان الخير كل الخير ان اجر الله عليك هذا القدر فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة النوع التالت من الاقدار التي يجريها الله علينا احنا مشكلتنا مع ربنا ان احنا ما بنفهمش بس اقولها كمان مرة مشكلتنا مع ربنا وفي طريق السير الى الله واللي معطلنا على فكرة اللي معطلنا دنيا ودين واخرة ان احنا ما بنفهمش اول ما تفهم هتوصل على طول اول ما تفهم ولذلك قال الله يؤتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا وفر على نفسك وما يذكره الا اولو الالباب شوف ختم الاية وما يذكره يعني اللي بيفهمه الناس اللي بتفهم هي اللي بتوفر على نفسه النوع التالت من الاقدار التي يجريها الله علينا جميعا خير يسوقه الله لك بدون سعي ولا توقف على سبب ولا اي امر يجتلب من قبلك ايها العبد المسكين تبقى قاعد فامنت لا تلاقي البنك بيكلمك والدك مات تقول له ايها وتروح وتلاقي الفلوس بقى من كل حدب وصو مستنياك طب انت سعيت ابد واخذت بالاسباب ابد انت كبرت ولما كبرت وبعد والدك ماتوف بمراحل وعلى ما البنك خد اجراءاته سنين واسنين لقيت ايه الخير كله في انتظارك طي هنا بقى ايه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فاراد ربك ايه بلغة يكبروا برحتهم يكبروا برحتهم برحتهم خالص خيرهم مستنيهم اهو وابدوا سعي منه ويستخرج كنزهما رحمة من ربك رحمة من ربك شوف شوف رحمة من ربك وما فعلته عن امري لان العلم الذي اعطاه الله لسيدنا الخضر ليس علما مستندا الى وحي كعلم الانبياء وليس علما مستندا الى اسباب كعلم الاولياء وانما هو علم مكاشفة من اللوح المحفوظ مباشرة وما فعلته عن امري طيب النوع الرابع ما تنسوش لان هي كل حياتنا كده هي كل حياتنا الربعية دي النوع الرابع من الاقدار قدر يجريه الله عليك وهو خير ظاهرا ومضمونا لكن لن يصل اليك ولن تحصل عليه الا بالسعي والاخذ بالاسباب زي ايه سبحان الله ولذلك شوف في ترتيب ايات المصحف في سورة الكهف بعدها مباشرة ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وعلى فكرة ربنا هنا ما قالش ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا قبلها قبل ما يقول اما السفينة قال سانبئك بتأويل ما لم تستطع تستطع لسه في ايه مساحة للكلام والاخذ والرد مع سيدنا موسى طيب لما سيدنا الخضر عايز يقول لسيدنا موسى وقتك انتهى معايا قال له ايه تستع يوم ربنا سبحانه وتعالى ينقلنا مباشرة الى النوع الرابع من الايه من الاقدار اللي هو ايه خير يسوقه الله اليك لكن لن يصل اليك ولن تحصل عليه الا بعد الاخذ بالاسباب والسعي والضرب في الارض والتعب والمجهود بذل المجهود اللي هو ايه ويسألونك عن ذي القرنين وبعدها الان اللي بعدها مباشرة انا مكنا له في الارض ها واتيناه من كل شيء سبب فاتبع سبب وبعدين بقى في الاخير قال لهم ايه قال لهم فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردماء فاعينوني وبعدين قال لهم ااتوني زبر الحديد زبر جمع زبرة كغرف وغرفة زبر اللي هي القطع الكبيرة من الحديد ااتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين الجبلين ما لاهم كده قطع من الحديد ها حتى اذا ساوى بين الصدفين قال ايه انفخوا حتى اذا جعله نارا قال ااتوني شوف 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 كل دي ايه سعي مجهود وكانوا بيوصلوا الليل بالنهار اتفرهض واخد بالك ااتوني افرغ عليه قطره هو النحاس المذاب فما استاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة نفسه برضو تستطع وتستطع هنا استاعوا واستطاعوا استاعوا ان يظهروه يعني ان يقفزوا ان يقفزوا من فوقه والقفز لا يحتاج الى وقت ولذلك الله عبر عنه بقوله فما استاعوا فما استاعوا يعني حتى اللفظ يدل عليه النفوذ إلى الجانب الآخر بسرعة فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يقفزوا من فوقه وما استطاعوا له نقب حتى كلمة استطاع ليسوط النقب وما استطاعوا له نقبة يعني خرق يبقى هذه الأنواع الأربعة من أنواع القدريات التي يجريها الله علينا حاجة في ظهرها شر بعد شوية تلاقيها هي عين الخير حاجة في ظهرها شر وهي عين الخير وعمرك ما تشوف أبدا ولا ينكشف لك وجه الحكمة في هذا القدر وتعيش طول حياتك تدعي على اللي ضرب ابنك بالعربي مع أن ابنك ده لو كان قدر الله له أن يعيش لكان سببا في بوارك وهلاكك ودمارك بس مش هتفهم لحد ما تموت مش مشكلة مش مشكلة بس التسليم بقى حتى لو ما فهمتش تعمل ايه؟ تسلم إنا لله وإنا إليه راجعه سلم مش مهم تفهم واخد بالك طب اللي فاهم هيرتاح طب اللي مش فاهم عشان يرتاح يسلم يسلم سلم الأمر لصاحب الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين النوع الثالث خير الله يسوقه لك بدون سعي منك وبدون أسباب النوع الرابع خير الله يسوقه لك لكن بسعي وببذل المجهود والفضيل بن عياد بيقول والله أنا في مرة تعلمت الصبر من صبي صغير كنت مرة ذاهب إلى المسجد ده كلام الفضيل رضي الله عنه كنت ذاهبا يوما إلى المسجد فوجدت امرأة تضرب ولدها ضربا مؤلما والولد يسرق في يديها قال فمن شدة الألم فتح الغلام باب البيت وهرب فأغلقت دونه الباب قال فصليت وأنا راجع وجدت هذا الغلام نائما على عتبات البيت يبكي يستعطف أمه حتى فتحت له الباب فبكى الفضيل في هذه اللحظة بكى الفضيل رضي الله عنه وقال عجبا للعبد لو صبر على باب الله كهذا الطفل لفتح الله له الباب لكن مشكلتنا في إيه ادنا ورد يا مولانا عشان كذا تبخذ ورد كذا تشتغل فيه شهر شهرين سانة سنتين واخد بالك عمر عمرين وخلاص الباب هيفتح فيأتيك الملل ورسول الله يقول الله لا يمل حتى تملوه خلاص اهو ده انت بينك وما بين الجايزة خطوة تقوم ايه الشيطان يجي لك يقول لك ايه ادي اللي انت خدته من الورد عمل لك ايه الورد ولا حاجة ده انت من يوم كذا وانت مده والبدهوال زي ما انا شايف خلاص انت هتستلمك ده انت هتطلع على الاستيجي خلاص وفرشو لك السجاد لحمك بس انت بشو اخد بالك اه والذيك الفضيل يقول لك كده يقول لك لو صبر العبد على باب الله كهذا الطفل على باب امه لا فتح الله له الباب يا والله الله كذلك هو الرزاق من غير ان يتوقف رزقه على واسطة او وجود سبب دي الفائدة الاولى الفائدة الفائدة الثانية انه افاد تعالى بقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ان الرزق قد انضي شأنه وابرم امره وليس للقضاء فيه امر يتجدد في الاعيان ولا يتعاقب بتعاقب الزمان وانما يتجدد ظهوره لا ثبوته اللي هو امر الرزق او عتفكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيعملك بمعدلة لو انت عملت هعملك لا والله لانك وانت في بطن امك ربنا بيعملك والكافر ربنا بيعمله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومرة سيدنا ابراهيم حضرتك عارف انه كان يلقب بايه ابو الضيفان لانه كان لا يأكله منفردا دايما كده يجي يأكل يقولها هتولي اي حد ماشي في الشارع يأكل معايا غصب عنه لازم يأكل مع الضيف فقال يأكله 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 والرزق يطلق على قسمين على ما سبق في الأزل قضاؤه وعلى ما ظهر بعد وجود العبد إبداؤه والآية تحتمل الوجهين فإن كان المراد ما سبقت به الأقدار فكلمت ثم هنا لترتيب الأخبار وإن كان المراد رزق الإظهار فهي تنبيه للاعتبار وسر الآية التي سيقت من أجله إثبات الإلهية لله كأن يقول يا من يعبد غير الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم فهل تجدون هذه الأوصاف لغيره ولذلك سيدنا النبى اللهم صلى عليه يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته إن الله أراد منا أشياء وأراد بنا أشياء فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا أظهره لنا فلماذا نشغل أنفسنا بما أراده بنا عما أراده منا ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الأرزاق مدش لحد في الدنيا دي مية من مية لكن ممكن توصل لمية من مية بحاجة واحدة اللي هي الرضا الرضا يكمل كل ناقص أي شيء ناقص عندك في الخلق أو في الرزق تكملوا بإيه بالرضا ولذلك سيدنا النبى اللهم صلى عليه حسم المعادلة حين قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه عشان ترضى وأخذ بالك الرضا يكمل كل النواقص آه والله ولذلك مرة سيدنا سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة دخل عليه طبعا أنتم عارفين أنه هو استشهد مسموما رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة سنتين ونص بعدين سموه سموه بالسم مش بالاسم يعني سموه فظل يعالج آثار السم أياما فدخل عليه مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وأخ زوجته لأنه هو عمر بن عبد العزيز بن مروان والتاني اسم مسلمة بن عبد الملك بن مروان فمسلمة قال له يا أمير المؤمنين إن أولادك فوق العشرة أنت خلفت أكثر من عشر ولاد لم تعهد بهم إلى غيرك ولم توصلهم ولم تترك لهم شيئا فهذه مئة ألف دينار فاعهد بها إليهم فنظر إليه عمر وقال له أوى خير من ذلك يعني أنصحك بحاجة أفضل من كده قال نعم قال أنت ردها من حيث أخذتها روح دي أوساخ الناس اللي انت داخل بها علي دي دي أوساخ الناس دي مش بتاعتك ولا بتاعتك روح شوف انت خدتها من مين وردها له فبكى مسلمة وقال له جزاك الله عنا خيرا لقد جعلت لنا في الصالحين ذكرى وألنت منا قلوبا قاسيا ثم قال عمر ادعوا لي بني ولاديا عايزة شوفه فدخل أولاده عليه قال لهم يا بني إني خيرت فاخترت خيرت بين أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة وبين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار فاخترت الأولى يا بني والله لن يقابلكم أحد من العرب إلا دان لكم ورأى أن لكم عليه فضلا ثم قال اخرجوا عني هو كان متجوز فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان حتى عبد الملك لما كان بيخطبها له بيقول له إيه ما نفقتك قال حسنة بين سيئتي قال وماذاك قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام الهونا قال له حياك الله يلا ألف مبروك فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان المهم قال اخرجوا عني فخرجوا ووقفوا وراء الباب قال فسمعوه وهو يقول مرحبا بهذه الوجوه يبصح وليه كده قال مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه جن ولا إنس ثم تلقوا له تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ثم سكت همسه وكتم صوته فما لمسلمة ابن عبد الملك على أخته فاطمة اللي هي زوجة عمر ابن عبد العزيز قال لها لقد لفظ نفسه الأخير فدخلوا عليه فوجدوه قد فعلا قد انتقل طب وبعدين مقاتل ابن سليمان احنا عارفين الحكاية لما دخل على أبو جعفر المنصور بعد كذا سنة بقى من الواقعة دي قال له شوف هشام ابن عبد الملك ابن مروان هو ابن عم عمر ابن عبد العزيز ابن مروان لإن عبد الملك وعبد العزيز إخوات اللي اتنين ولاد مروان ابن الحكيم فقال له دول ولاد عم واللي اتنين ده أمير المؤمنين والخليفة وده الخليفة وأمير المؤمنين هشام لما مات كان نصيبه إحدى زوجاته الأربع مئة ألف مئة ألف دينار الدينار أربعة جرام وربع ذهب مئة ألف فأربعة حاجة حلوة ده نصيب الوحدة بس مئة ألف دينار ذهب لما تضرب مئة ألف فأربعة ده تم للتاركة لو نصيب الزوجة الزوجة يئمة واحدة يئمة والعيازه بالله أكتر من واحد فلما تموت بعد عمر طويل اعلان الوراسة هيكشف كل حاجة واخد بالك اعلان الوراسة هيكشف كل حاجة فتلاقي بقى ان الزوجات يشتركوا في الايه في التم مش كل واحدة تاخد التم لا فقال كان نصيبه إحدى زوجاته الأرباع مئة ألف ومات عمر بن عبد العزيز يوم مات وخلف ثمانية عشر دينارا ثمانتاشر دينار كفن منها بخمس واشتري له منها قبر بأربعة ووزع الباقي على ورثته ثم إني والله يا أمير المؤمنين رأيت أحد أحفاد هشام بن عبد الملك يتسكع الناس في الشارع يتسول يعني ثم إني والله يا أمير المؤمنين رأيت أحد أحفاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ألف فرس في سبيل الله يعني يتكفل بنفقة ألف فرس بالفارس بالسلاح بالفرش بكل شيء في سبيل الله واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه والله اللي ينفع ولادك من بعدك مش اللي انت سيبهله يخسب لهم ربنا ماذا تركت لأولادك لأهلك يا أبا باكر تركت لهم الله ورسول ربنا يكفينا شر المرض ربنا ما يحقناش لغيره الله يديم علينا السدر اللهم صلي على مولانا محمد اللهم صلي على مولانا محمد